زي ما اتعرفنا على أخبار الرياضة العالمية نتعرف بقى على حلنا احنا في النادي الأهلي وفرق المختلفة وكل ما فيه من فعليات وأنشطة كل ده هنتعرف عليه من خلال زميلتنا العزيزة من المينيسي الموجودة حاليا في مقار النادي الأهلي في الجزيرة صباح الفل عليك يا منا اتفضل يا صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير يا نهاند صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد من عشر الصبح في الأهلي أخبار رياضية أهلوية كمان جديدة ومن داخل المقار الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة موجود علشان أن أقول لكم آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وكل فرق الرياضي المختلفة إن شاء الله درجة الحرارة دلوقتي من داخل النادي الكبرى 36 والصغرى 24 خلونا نبتدي أخبارنا النهاردة بالفريق الأول لكرة القدم واللي النهاردة بيختتم تدريباته أو استعداداته على ملعب مختار التتش تدريب الفريق الساعة 4 العصر إن شاء الله ومن بعدها إن شاء الله بكرة هيدخل أو النهاردة بعد التدريب مباشرة هيدخل الفريق في معسكار واستعدادا لمباراة أسترن كومبني غدا إن شاء الله ساعة 9 مساء على أستاذ نيدي المقولين العرب من خلال تمرينة النهاردة هيحدد طبعا مستر ريكايدو سوارش قائمة مباراة غدا واللي من الممكن بشكل كبير يدخلها كمان أحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر بعد الإصابة وأكيد بعد النهاردة ما يطمن عليهم دكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق خلوني كمان أطمن مشاهدين عن أكرم توفيق أكرم طبعا العائد من إصابة الرباط الصليبي واللي استكمل برنامجه العلاجي أو يعني كل البرنامج العلاجي ليه أو اكتمل بشكل كامل وهو دلوقتي جاهز وبدأ في التدريبات أو بدأ في الانتظام في تدريبات الكرة كمان بدأ في الالتحامات القوية أو التدريبات الكرة بشكل كوي والتمن عليه دكتور أحمد أبو عبلة وإن شاء الله هو جاهز في الفترة القادمة أنه هو يدخل فيه أو يشارك أو يدي له مستر ريكايدو سوارش فرصة في المشاركة في المباريات القادمة إن شاء الله وأكيد طبعا عودة أكرم توفيق بروحه العالية ومكسب كبير للفريق خاصة في الفترة القادمة دكت كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم خلينا نكمل أخبارنا النهاردة والفريق الأول رجال لكرة اليد واللي النهاردة عنده تدريب السعب تدريبه الأولاني في أسبانيا في معسكره الإعدادي للموسم الجديد طبعا يعني المعسكر هيستمر في أسبانيا في المدة من 16 ل 23 أغسطس الجاري هيلعب في خلالها النادي الأهلي مباراتين والديتين مهمتين أكيد أول مباراة هتكون مع أثلاتك والتانية هتكون مع نادي أوديمار وبعدها مباشرة هيسافر الفريق إلى البوسنة علشان يخوض أربع مبارات وديتين ودية كمان هتكون ضمن إطار مبارات الودية في بطولة البوسنة والهرسك واللي هتكون في الفترة ما بين 23 ل 27 أغسطس طبعا مستر دانيال جوردو المدير الفني الأسباني للفريق حريص أنه يجهز فرقته بشكل قوي وأنه يخلي اللعيبة بتاعته تحتك بالمدرس المختلفة لكرة اليد علشان تتدرب بشكله أكوى وتكون جوه الملعب مع مدارس رياضية مختلفة وده كله طبعا استعادنا للموسم الجديد خاصة اللي هيشارك فيه النازل أهلي إن شاء الله في بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب واللي هتكون مقاما إن شاء الله في المملكة العربية السعودية استكمالا لأخبارنا النهاردة والفريق الأول لكرة السل رجال واللي أخيرا إن شاء الله سيبتدي النهاردة فترة الإعداد للموسم الجديد واللي النهاردة إن شاء الله سيبدأها بعد عودة مستر أوجيستي بوش المدير الفني الأسباني للفريق بعد أجست وما خلصت وهيبتدي الفريق بشكل قوي خاصة إن الموسم هيكون قوي وأبرز البطولات اللي هيشارك فيها النازل الأهلي الموسم ده بالنسبة لرجال كرة السلة هي بطولة أفريقيا خلونا نكمل أخبارنا الفريق الأول لكرة الطايرة سواء رجال أو سيدات النهاردة راحة من التدريبات ويعودوا لاستقناف تدريباتهم غدا إن شاء الله على صالة الأمير عبدالله الفيصل استعدادا للموسم الجديد بشكل قوي وطبعا هيكون فيه داخل التدريبات سواء للرجال أو السيدات الصفقات المهمة الجديدة الكتير اللي حرس عليها النشاط الرياضي كمان إن هو يكون بجدد عقود اللاعبين سواء الأدامة اللي كانوا موجودين أو حتى الصفقات القوية الجديدة والمحترفين نتمنى لهم أكيد كل التوفي دي كانت كل أخبارنا النهاردة وأخبار النشاط الرياضي كمان من داخل المقار رئيسي للنادي الأهلي وأنا موجودة معاكم لو فيه أي أسئلة تانية العودة إليكم برة تانية في الستوديو تفضلي كريم كل شكر ليكي الزميلة العزيزة من المنيسي على هذه التخطير